والله اينك شخص اللي مرضي دعني اصبح على غيدة دعني اصبح برنامج اهداءك ما عندنا فقرات ما عندنا محاول يلا يلا صبح عندك احد صبح 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 على غيدة وحور ولالا هذا كل يوم اصبح على غيدة بنتك ما قلت شيء بنتي بنتي انتبه بنتي طيب دعني اتكلم في البداية باستفتح اليوم كان اليوم في حديث اثرائي من استاذ سعيد الحارثي عن موضوع الجماهيرية وهي بدأ انها صاب اصبحت هاجز كبير للمتسابقين شباب كده بسؤال في الحالي تكفون سكر جوالاتكم انا كده اتوتر ينزل جوالك سعيد سكر سكر جوالاتكم يلا نزل خلاص يحلو طلو الله عشان حلقت خلنا نركز يلا فيه سعيد الحارثي اليوم ناقش الشباب في موضوع الجماهيرية وكان حديث اثرائي حول هذا الموضوع وكان يعني انا ما ادري هل استاذ سعيد كم حضر او انه شاف انه هاجز الشباب من اليوم جلسهم يبدوا يتكلمون عن موضوع الجماهيرية وقصوا بعد حديث الاستاذ تركي الدوسري خلونا نتكلم في بداية حلقة اليوم عن الجماهيرية هل المتسابق لابد ان يضع الجماهيرية هاجز عنده بعد البرنامج او انه موضوع خلنا يقول هو يجي بنفسي يعني الجمهور بيجيك بيجيك بس انت عش حياتك وعش ريالتي حقك وعش طبيعة كل جمهور بيجيك لا شف دائما اللي يعني يتبع الجمهور الجمهور ما يجي لا يكون هاجز كالاول حنه انه طب اذا كان كذا سعيدك هل لاش جاء البرنامج اذا انت تقول لا يكون هاجز كالاول انا بروح انا قدم انا ماني بروح اقدم في البرنامج عشان اقول يا جمهور شو هوني الجمهور اذا قبلك بيجيك شي طبيعي لكن ما قضيت انك تطلع عنده يكون هاجز كالاول والاخير كيف الجمهور كيف اسحبهم كيف هنه اصلا الجمهور نفسه الجمهور جمهور السوشال ميديا بشكل عام دق الجمهور بشكل عام طب شان من قضية بعض الناس اللي يسوي حداب عشان تابعوني بعضهم من صورة حادث بعضهم من صورة واحد وجه عليه الدم بعضهم يجيب حده عشان ايش شوفوني انا عندي محتوى انا عندي اثارة انا عندي شو لا 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 خلك على طبيعتك وجمهورك بيجيك اذا حبك جمهورك بيجيك لكن كيف الطريقة الاهم السؤال لهم كيف تحافظ على جمهورك فهد استاذ سعيد يقول لو كانت نظرتك مثل ما قال سعيد بن درعان انا اتكلم استاذ سعيد الحارثي انا عندي سعيد بن درعان سعيد بن درعان يقول الاهم كيف تحافظ على جمهورك سعيد الحارثي يقول لو انك نظرت الى الوضع كيف تحافظ على جمهورك فلن تجد معك أحد لابد أن يكون هاجسك كيف تنمي أو تزيد هالجمهور مو تفكر كيف تحافظ عليك أنا أرى من مبارتين يعني في وجهة نظري غلط أنا أرى من من باب أولا أنك كيف تحافظ على مبدعك مبدعك نعم لأن الحفاظ على الجمهور يعني أنك قد تتنازل عن مبادئك وعن قيمك حتى تحافظ على هذا الجمهور قد ترضى أن تنزل بنفسك إلى الدناءة والردالة حتى تحافظ على ذلك الجمهور أو تنميه احفظ مبادئك وقدم المحتوى الجيد بهذه الطريقة تحافظ على الجمهور وتزيده ويش المحتوى الجيد؟ المحتوى الجيد هو المحتوى هو كل محتوى لا يوجد إساءة فيه كيف؟ يعني مثلاً نحنا كلامنا الآن خلنا نقول نحصره لا يساق لازم يكون محتوى ثقافي أنا نقول كلامنا بنحصره على متسابقين المتواجدين معنا الأربع وعشين الكلا يعني المحتوى ليس لازم يكون محتوى ثقافي ولا محتوى تعليم عادي يكون محتوى ترفيه ضحك وسؤالي لكن في حدود الأدب في حدود الاحترام في حدود اللباقة في حدود الحفاظ على مبادئك الحفاظ على صورتك وصورة وطنك وصورة تربيتك وقبيلة لا تتنازل عن أي مبدأ من المبادئ من أجل شهرتك ومن أجل جلب الجماهيل هذه هي الفكرة محتوى كان ترفيهي ثقافي تعليمي ديني أي أي مكان محتوى كل محتوى جيد ما دام لا يخالطه سوء أو لا تخالطه رضيع طيب فهد أو خلني بروح لسعيد سعيد الآن الشباب في تحت الأضواء جمهيرية عالية كيف يكملون ما بعد البرنامج؟ هذا هو هذا السؤال المهم كيف يكمل بعد البرنامج؟ شين صيحتك؟ كيف يحافظ أول شيء على جمهور؟ نحن نقطة سعيد الحارثي ما هي من نقطة مهمشة وسعيد الحارثي نحن كلنا نتعلمها تنمية الجمهور مطلوب لكن ما روح أنمي من جهة وضيع جمهوري الأساسي من جهة اللي يعرفني من البداية يعني أنتم أشغلتوهم من بداية البرنامج جمهور كيان جمهور كيان جمهور كيان ترمو جمهور متسابق أنتم اللي سويتوا هذا الهاجس من صنع هذا الهاجس أنتم كنا في فقرة النقد كل ما راح المتسابق جهة جمهور كيان وليس جمهور متسابق صار المتسابق يفكر كثيراً هل أنا إذا طلعت بيتابعني أحد ولا بيسحبون ما نختلف أنه جمهور الجمهور هو أصلاً ما جاك الجمهور الجمهور اللي بيكون معاك من وين جاك؟ من الكيان صح ولا؟ طيب طيب إذاً هم في الأول بالأساس هو جمهور الكيان هذا طيب أنا طلعت على البرنامج وأنا علاقة الكيان خلاص هاي برامج برامج الواقعة ككل منذ نشأتها إلى يومك ما يشتهل يمكن ما نعرف الآن في منهم إلا معدلين على الأصابع يعني اللي معروفين إلى حد الوقت الآن البقية وين هم؟ يمكن قدود ستين أو سبعين شخص طاحوا، اندثروا ما لهم مشاهدات ولا لهم حتى معروفين ليش هذو اللي اشتهروا وهذو اللي اندثروا؟ لأن هذا عرف كيف يحافظ على جمهور عرف كيف يطوره العلاقة توقع لأن الخروج نمّ جمهور جديد لا لا عرف كيف مو يحافظ بل يمكن أنا وافق أستاذ سعيد في مسألة إنه نمّ جمهور جديد ما حافظ لأن الأرقام اللي عند بعض المتسابقين تفوق الأرقام اللي كانت معه في خروج من البرنامج بس كيف أطور كيف أطور نفسي وأطور جمهوري معي هذه مهم اي 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 كيف أطور نفسي وكيف أطور جمهوري معي يعني أبقى على لو بقيت على نفس رتمك في البرنامج وعلى نفس وضعك في البرنامج بكرة بتفتح نسخة جديدة من البرنامج برنامج واقعي الجمهوري عندي بيروح يخليك بيروح يخليك ليش يخليه يا أخي أهو نفسه على الجوال نفسه على الشاشة بالرتمة الميدي طيب لا في ناس الآن لهم سنة لازل الجمهور عندهم ويزيد سنة؟ ايه كلمني السنة الجاي إذا باقي معي ليه؟ لأنه على نفس على نفس الرتم ما تميز طيب في ناس الآن نجوم السوشيال ميديا من سنواتهم نفسهم بعض ايوه أنا قلت لك هذول أشخاص قلة ليه؟ هذول أذكية عارب كيف يحقق على الجمهورة هو معطي جمهوره باب معطي جمهوره احتلال خالب الناس إذا طلع خلال سنة سنتين ثلاث فورت بيبسي أنتهت أنت موضوع جمهورك فهد هل صناعة المحتوى المقدمة في السوشيال ميديا مهمة؟ وش تنصح فيه المتسابقين؟ أتكلم عن صناعة المحتوى لأن بعض الناس يعتقد أن صناعة المحتوى مجرد يرفع جوال ويصور يوميات وخلاص يعني إحنا إذا تكلمنا عن صناعة المحتوى البحثة فنكون يعني مقننين داخل الدائرة معينة أرى أن صناعة المحتوى يعني تنقسم إلى البرنامج اللي أنت تحاول صناعة المحتوى فيه لو قلنا مثلا سناب شات سناب شات هو برنامج للتصوير اليوميات فقط نخيل إن أضفت عليه إضافة كان محتوى ثقافي لا ما بيوميات فاهد فرق هذا ما نعرف عن سناب شات لا يعني مثلا حين لو نشوف مشاهير السوشيال ميديا وضرب مثال أستاذ سعيد ذي اليوم بعض الأسماء أنه يقول من أنت؟ يعني فهد معيان في السناب إيش فهد معيان إيش إحنا نتكلم عن الأصل مهم جدا يعني مثلا نايف حمدان يقدم قصص إحنا نتكلم عن أصل البرنامج تقصد أصل البرنامج سناب شات؟ أصل سناب شات أصل سناب شات يوميات صور لي يومياتك وهذا محتوى جيد بس يوميات؟ يو ترفيه محتوى ترفيه اليوميات لا تستطيع تقننها هل تعلم يبو عبد الله أن الناس تحترف هذه الصناعة بتصوير الفلوكات؟ الفلوكات وليس اليوميات احتراف في المسألة الاحتراف يطور بدلا ما يصور يومياتها بشكل عادي يبدأ يصورها بشكل احتراف يا سلام عليك عشان كذا أنا السناب أيضا بدلا ما تصور يومياتك بشكل عادي تصورها بشكل احترافي أشوف لا السناب هو وضع لتصور يومياتك ببساطة لو أحد تصور بسناباته هل الآن في السوشال ميديا في السناب شخص اشتهر بس بتصويره يومياته؟ ما أعتقد أعتقد أن الكثير ابتدأ بتصوير تلك اليوميات ومن ثم عنده منتج راح طرح الآن الشباب مش عند محتور الشباب الآن مشهورين بيطلع عندها رقام كبيرة عشان كذا احنا يفهد مش في الخطوة ون احنا في الخطوة الثانية الخطوة كيف تنمي الجمهور كيف تحترف صناعة اليوميات يعني مثلا خلنا ناخذ أمثلة على الشباب الآن أنا ما أخذ أمثلة من بره يعني نفترض بعطيك أسمائي فهد ونتصنف لي إيش ممكن المحتوى اليومي اللي قدمه؟ أحمد رحيم إيش ممكن يقدم يوميات؟ أو إيش ممكن يقدم؟ أحمد رحيم مثلا أحمد رحيم إنسان محترف إنسان صوتي إذا قدم صوتي فقط الناس بيملونه فرحوا له نيتيوب لا 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 في فرق أني أنا إنسان مونشط أنا أنا بوري الناس كيف أقدم كيف يجين العمل كيف ألحنه أه، كيصنعة يعني طيط الطلب كيف ألحنه كيف أسجله كيف أختار المقام كيف أختار اللحن كيف يخرج كيف هو وزع كذا هذه يومية هذا الحاجة اللي نسويها في يوم ساعد الشهري مقالب مثلاً ساعد لا ساعد الشهري محتراها مقالب كل يوم مقالب لا ساعد حياناً ترى حاجة جيد بهاج مثلاً في الحديث في الكتابة في القصص نواف اعتبي في القصص أنا أشوف أن الاستمرارية التخصص بعد الاستمرارية والحفاظ على المبادئ هم الركزتان التي يعتمد عليهم كل شي يا سلام عليك اللي هي لخص مرة ثانية فهد الاستمرارية والحفاظ على مبادئ لا تتعني بعض الناس تلقى يختم سناباتها بصورة خليئة ليه؟ ارتفع مشاهدات أو يختم سناباتها بفعل بصورة حادث ويقولنا الله وإن الله وإن الله وإن الله وإن الله أو بصورة حقيقة ليه؟ بعضهم يجعى نفسك وانتكيراً ترى صحب حسن لا ما يقول صحب حسن بعدها تحسن إذا شاء الله يجعى نفسك ليه؟ هذي قل الله يا فهد لا هذا هو السواد العب هل هو هوس؟ ايه؟ هوس مشاهدات البعد عن الأضواء مر يسبب سواد عشان كده أنا أنا مسجل هنا أنا مسجل هنا ملاحظة أنا قد بختم فيها بختم فيها يمكن سولفنا فيها قبل يومين أنا ما قد يش بتقول هذه الأسئلة مهمة جداً لأن أنا أريد الشباب يركزون في نقطة المشاهدات والأضواء انسحابها فجأة قد يسبب اكتئاب حكي يسبب اكتئاب فعشان كده لابد أن تهيئ وهذه النقطة الخطوة الثانية ونحن نعرف أحد يعني كثير من مصاد كثير كثير يعني هم زملائنا والله أني أعرف واحد شخصياً كان في برنامج واكل وكان أثناء البرنامج له وحد وصدأ بتأثير طلع تفاجأ باللي رأى أكسم بالله إنه حذف التويتر وحذف الاستقرام حذف السناب وإنهم منعزل إنسان ترى لابد أنه يهيئ نفسه عشان كده التهيئة مهمة أي يعني بمعنى السعود العتيبي كم يقعد إعلامي كم ثلاث أربع سنتين سنة عشر سنة طيب بعد عشر سنة بتكفيتنا ولكل وقتين دولة ورجال هذا ما قادر الشاعر طيب بس النقطة المهمة أنت قلتها لابد أني أهيئ نفسي أني في يوم من الأيام ما أضح هذا هو هاجز حياتي الأساسي هذا حتمي انتغذت تغريدة مرة وحذفتها أم لا ما حذفتها عدلت ونزلتها حقية الوظيفة حقية الوظيفة عدلت عليها كانت تغريدة في غاية الأهمية كنت أقصد بها أناس محددين كانت تغريدة يعني تحكي عن خبرة إن هذا شيء زائل هي رسالة عذرني ممبوب تغريدة خلح نتكلم ستك إلى متى نسوي ضرامج واقعي ليه بتر أترك ضرامج واقع على الجمع أنا الرسالة كانت لمن بداخل ضرامج الواقع خلال هذه الفترة عم مجتمعنا عشر سنوات بنسوي فيها ضرامج واقع زياد وبعدين خلاص إحنا النقات سننسى واللي جود ولا سينسون كل شيء سينسى وهذا المكان هذا المكان اللي إحنا جاتسين فيه في فترة من الفترة بعد عشرين يوم بيروح أصلا هذا الإعلام هذا الإعلام سيبقى من هنا 20 يوم مكانها المحرقة هذه الطاولة الورق يجدرونها كل شيء آئل إلى الزواء الإعلام هذا الإعلام الآن هل بعد عشر سنوات سيكون بالشكل هذا؟ لا يختلف يختلف أعطي أنتو عبد الله لعلك لحكت أو يعني نعرف كتاب أو الشعرة مثلا كم كان هناك من التنافس والوسطات حتى ينزل الشاعر قصيدة واحدة في مجلة أذكره كانت مجلة فواصل مختلف كم كان الشاعر يموت حتى ينزل بعضهم يدفع فلوس ملافق بعدين انتقلنا للجرايط كم كان الواحد عشان يكتب مقال بعدين انتقلنا المسألة التلفزون الآن التلفزون نادر الآن الآن إحنا كتقييم أرقام أصبحنا نقييم على السوشال ميديا وعلى اليوتيوب وعلى بث التيك توك وبث اليوتيوب وقال ته هو زمان يمشي السؤال المهم يعني اللي لا بد أن نصل النقطة مهمة للشباب أنه لا يكون الجماهيرية هاجس لك أبداً أوكي يعني دخلت وتبغى الجمهورة بس لا يكون هاجس كبير يعني دخلنا نقول هو كل شيء في حياتك لا بد أن يكون عندك أهداف في الحياة تعلق بالعمل بالمستقبل الوظيفي ولا بأس بأن يكون السوشال ميديا برفقتك يعني يكون موازي معك ولا يكون هو الأساس لأنك ما تضمن هذا هو بيأكلك عيش بكرة ولا لا هو يجي من المداخل لكن تأكدوا وأنا أقولها بشفافية عالية اليوم يمكن كتير ما تجرى يقولها كم شخص عنده نجمة في السناب أسترى مو بذلك المداخل الكبيرة وكم واحد عندها أرقام كبيرة لكن موش ذلك المداخل الكبيرة ولا كل واحد قدر يعلن تعيش حياة رغيدة فالاهتمام بالوظيفة والمستقبل هو الهاجس الأول اللي يجب أن يكون لكل شخص شارك في برامج الواقع هذا الهاجس الأساسي الهدف الأول لك أنك تؤمن مستقبلك ومستقبل أبنائك اللي بيجون بكرة إن شاء الله أما إذا اهتممت كيف أصيل مشهور فقط مستحيل الأربعة وعشرين كلكم رح تكونوا مشاهير بعد سنوات وإن اشتهرت فترة فستخطفي هذه الأرقام وتزور النقطة الثانية هيئ نفسك لكل شيء وهذا ليس بس في مجال الشهرة أو أنك بكرة ما رح يكون عندك متابعين لا هيئ نفسك أنك بتغادر أبوك بتغادر أمك لا تتعلق في الدنيا ولا تتعلق بأحد ولا يتعلق مصيرك بوجود أحد ولا تعلق نفسك بتواجدك في قناة معينة أو في برنامج معين أو في شيء معين علق نفسك بالله سبحانه وتعالى أولا وبالبحث عن المستقبل الثاني ستغادر أبنائك ستغادر أسرتك ستغادر كل شيء فالتعلق الزائد بالأشياء حينما تفقدها سيكون الانهيار بقدر التعلق بقدر تعلقك في الشيء سيكون انهيارك وسقوطك لا تجعل سقوطك من منطقة عالية جدا خفف طموحاتك وخفف هقوتك في كل شيء من حولك إلا فيما يتعلق في أمر مستقبلك خلّلك همّة مثل همّة تطويك وانحنا أنا حرست على هذا الأمر لأنه شفت أن أصبح حاجس عند الشباب استمتعت جداً بنقاشات الشباب أمانة فهد وسعيد وكان إثراء منكم كبير أشكركم عليه ويمكن أنتم مريتم بالمرحلة هذه يعني أنا سألتكم لسبب أنتم مريتم بالمرحلة كنتم متسابقين بعد كذا خفت الأضواء عنكم تمام؟ الآن عادت هذا أمر الحياة طبيعي اختفت اختفت الأضواء صحف والآن بدأت تعود من جديد هذه الحياة وبتخطي في بكرة فهذا أمر طبيعي لا تعلق نفسك يعني لا يكون هاجسك رقم متى ما تعلقت بأرقام متى ما تعلقت بأرقام سيكون سقوط لا تتعلق بأرقام تعلق لو يتابعك شخص واحد خلّ له اعتباره وقيده وقدم محتواك واستمتع بما تقدم ستنجح وتمنّنكم لشباب اللي قاطعوا فقرة الأستاذ سعيد اليوم عمداً عمداً أو بدون عمد يعني غايبين لظروف أتمنى أنكم ما تكونوا نحساسين بزيادة يعني من الأراء الطبيعية ليس كل الناس سيثنون عليكم وليس كل الناس سيراهنون عليكم فمن أجل ذلك تقاطع فقرة عشانا ما ذكرك مثلاً في تغريدة أو في أي شيء ثاني الأمر الثاني المهم استفيدوا 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 من هذا الكنز أنا اليوم استمتع جداً بحلقة الأستاذ سعيد وسأحرص جداً أني أقتني كتابيه اللي وعد فيها الشباب اللي بيجوبها إن شاء الله أسبوع الجاي أو أني برسله الرسالة اليوم قل الله يرحم والديك أعمل إحسابي كان عنده صناعة النجوم وأيضاً خطط المستقبلية للنجوم شكراً أستاذ سعيد على ما قدمت وأسفاً على الصورة اللي بتعرض الآن أنا أريد أن أسمع تهليق الشباب عليها هذه الصورة لم تكن في بداية الحلقة